المغرب ما وراء الحدود الرياضية رحلة سياحية نحو تميز العالمي ما بعد كأس العالم 2030 هو موضوع النسخة الأولى من منتدى السياحة والرياضة وتنمية المستدامة المنظم بمراكش والذي عرف مشاركة خبراء في مجالي الرياضة والسياحة بالإضافة إلى طلبة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط والهدف رسم المسار نحو مستقبل رياضي وسياحي واعد بالمغرب من خلال استكشاف الآفاق الجديدة في مجالي الرياضة والسياحة اليوم ننظم بتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط هذا المنتدى الذي يسعى إلى أن يشكل لحظة مهمة في تنمية الرياضة والسياحة بالمغرب كما يشكل فرصة أيضا للمساهمة في رسم مستقبل واعد للمملكة هو لقاء من شأنه أيضا ترويج للمغرب كوجهة سياحية متميزة لما يسخر به من مؤهلات سياحية ورياضية تجعله قادرا على احتضان أكبر تظاهرات العالمية هذا المنتدى شكل فرصة للحديث عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 وإبراس أهمية احتضان المغرب لهذه التظاهرة الرياضية العالمية ويسعى هذا المنتدى إلى جعل المملكة رائدة على المستوى الرياضي ووجهة سياحية متميزة واستكشاف الفرص المتاحة بعد كأس العالم 2030 بالإضافة إلى تحفيز المبادرات المبتكرة لتعزيز البنية تحتية الرياضية والسياحية وتشجيع الشركات المثمرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى